تقديم الخبر على المبتدأ ظاهرة من الظواهر المنتشرة والكثيرة جدا في الجمل العربية ان احنا نجد ان الخبر تقدم على المبتدأ اولا كيف تعرف ان في الجملة تقديم لان الحكاية دي هي الاساس في الدرس كله يعني كوني ان انا اقولك تقديم الخبر على المبتدأ مش هتعرف الا اذا عرفت ضوابة التقديم لان بدون ضوابة التقديم صدقني انت ممكن تعتبر ان كل حاجة تقديم يعني بعض الطلاب مثلا بيتخيل ان جملة محمد جاء اصلها جاء محمد ايه بعدها في التقديم خطأ طبعا محمد جاء ما فاش اي تقديم طب جملة جاء محمد جاء زي اللي فاش اي تقديم لا برضو ولا جاء محمد فاش اي تقديم لان جاء محمد جملة فعالية بدأت بفعل جملة طبيعية جدا فاش اي تقديم ومحمد جاء بدأت باسم جملة اسمية ما فاش اي تقديم إذن إذا الجملة بدأت بالبداية الطبيعية اللي أنت درستها من الابتدائي أن الجملة الإسمية تبدأ بإسم وأن الجملة الفعلية تبدأ بفعل إذن لا تقديم ما فيش تقديم لو سمحت عشان تحكم على الجملة أن فيها تقديم لازم الجملة دي أكيد هتبدأ بحرف جر أو ظرف يعني جملة زي جملة عليكم السلام الجملة دي بدأت بعلا إذن الجملة فيها تقديم جملة زي جملة هنا القاهرة الجملة دي بدأت بظرف اللي هو هنا يبقى الجملة دي فيها تقديم عرفنا أنه هنا وهناك وهنالك وثم يعني هناك برضو وثمت برضو ثمت يعني هناك يعني لماذا ثمت خلافات بين العرب أو ثم رجل ينشد الأغاني هناك ثم رجل فإذا ثم رجل وثمت خلافات وهنا القاهرة وهناك حلول كل هذا في تقديم لأنها بدأت يا شباب بدأت بظرف أيضا من الظروف المشهورة اللي هي لدى وعند كلمة لدى وعند هذه من الظروف فتخيل مثلا أو أنت بتسمع كتير في القرآن جملة ولدينا مزيد نعني بالجملة دي إزاي يا شباب لدى دي ظرف يبقى ده خبر مقدم لدى دي ظرف طبعا منصوب لأن الظروف بتبقى منصوبة أو في محل ناصب فلدى دي بقول عليها ظرف وشبه الجملة على بعض كله في محل رفع خبر مقدم ومزيد بقى تبقى هي المبتدأ المؤخر دى لمحة كده علشان نعرف إمتى نقول على الجملة فيها تقديم وتأخير أو بقى الجملة يبقى فيها تقديم وتأخير بحكم العقل يعني إيه بحكم العقل يعني لما مطران مثلا قال في قصيدة المساء عبث طوافي لو سمحته مين المبتدأ ومين الخبر بالمعنى كده انت عرف ان الخبر عرفناه هو إيه هو حكم أصدره على المبتدأ يعني الخبر ده حكم والمبتدأ ده حاجة طب مين الحكم يعني كلمة عبث دي هي الحكم ولا الحاجة هي الحكم حكمت بان الطواف عبث يبقى انا حكمت بمين على مين مين اللي حكمت بيه انه عبث ده الحكم اللي انا اصدرته انه عبث يبقى ده الخبر وقال مين بقى العبث ده مين اللي اخبرت عنه بانه عبث طوافي اذا عبث طوافي ده تقديم اختياري من الشاعر هو قدم الخبر على المبتدأ كنوع من انواع التخصيص والتأكيد ده تقديم بلاغي اسمه ده تقديم يا شباب تقديم بلاغي يعني ممكن اقول لك ايه مثلا ممكن جملة محمد مناضل مناضل اقول مناضل محمد اصد كده اأكد في نوع من التخصيص مناضل محمد شهم علي قوي محمد وهكذا اذا يجوز تقديم الخبر على المبتدأ وهنا المعنى هو اللي هيحدد للتقديم بس لو سمحت المعنى ده معناه ايه قلنا تاني لازم تعرف حقيقة الخبر هو ايه هو حكم اصدره على ايه يا شباب على المبتدأ طيب عرفنا التقديم خدنا لمحة عن الجملة اللي فيها تقديم واكد تاني جملة محمد جاء وجاء محمد لا تقديم بها لانها جملة طبيعية بدأت باسم وبدأت بفعل طيب نروح بقى ليه احكام التقديم احكام التقديم او تقديم الخبر حكمه ينقسم الى حكتين فيه تقديم جائز وتقديم واجب يعني ايه تقديم جائز تقديم جائز يعني انا بمزاجي كده يعني يجوز الامران يعني زي جملة عبث طوافي براحتي يتقول عبث طوافي يا طوافي عبس ده براحتك حرية المتكلم مناضل المحمد او محمد مناضل دي برضو حرية تمن المتكلم اما بقى في بعض المواطن اللي بيبقى التقديم فيها واجب يعني لو بدأت بالمبتدأ غلط يعني لما قلت هنا مثلا لا هنا القاهرة ده تقديم جائز لما قل في بيتنا رجل في بيتنا رجل او لدينا مزيد ملاحظ ان في بيتنا رجل في بيتنا ده شبه الجملة ورجل ده المبتدأ المؤخر بس ادتني معادلة كده لازم نحفظها معلش يا شباب سوا شبه جملة زائد نكرة لو سمحت اتابع تاني انت كنت متعودين او معودينكم في الابتدائي ان اللي بيجي بعد الجر ومجرور بيبقى مضاف اليه او اللي بيجي بعد الظرف مضاف اليه وده خطأ فادح وبيخليكوا تغلطوا غلطات كتير جدا في النحو يا جماعة المعلومة ديت مش كاملة المعلومة ديت اه احيانا بيجي بعد الظرف مضاف اليه واحيانا بيجي بعد الجر ومجرور مضاف اليه لكن ده مش عامة ده بالعكس ده كتير جدا بيجي بعد الجر ومجرور ده مؤخر يعني ما أقول للتاريخ عبرة للتاريخ عبرة دي كلها جمل سنوية عامة والآية القرآنية اللي بتقول لدينا مزيد والفيلم المشهور بتاع بيت فيه بيتنا رجل هذه الجمل جمل فيها الخبر مقدم مجوبا ليه مجوبا عشان قلت لك أحفظ معايا شبه جملة زائد نكرة لو لقيت شبه جملة زائد اسم نكرة يبقى التقديم هنا واجب والسؤال يجي ازاي قلت لك استخرج خبرا تقدم على المبتدأ مع ذكر حكم التقديم أقول له في بيتنا رجل الخبر في بيتنا حكم التقديم واجب لأن الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة على ذلك بقى لو تفتكر كده فيلم برضه من الأفلام المشهورة بتاع صعيدي في الجامعة الأمريكية هذا التركيب تركيب خاطئ يعني عنوان الفيلم ده كان غلط ليه عشان صعيدي نكرة وفي الجامعة الأمريكية شبه جملة كان المفروض فرضا كده ان يقول ايه في الجامعة الأمريكية صعيدي ليه عشان صعيدي نكرة وشبه الجملة لازم يتقدم على النكرة اذا اللي هم عملوا او اسم الفيلم كان فيه خطأ نحوه ما علينا الفيلم تمثل وكان زي الفل بس احنا بنعلق مجرد ايه مجرد تعليق عشان انا بجيب بساعة الحاجات اللي هي الاسماء دي طبعا عارفين انا كنت اصدي ايه اصدي ايه اصدي ان ايه تثبت في ازهالنا شوية جملة قريبة مننا شوية نفتكرها حد طيب الحالة التانية للتقديم الواجب الحالة التانية للتقديم الواجب ان يكون فيه المبتدأ المؤخر ضمير يرجع بالخبر يعني ايه الحدى دي هي ايه بقى بس كده يقوله الجملة دي هد لكل شعب تقاليده انتبه لكل شعب تقاليده الجملة دي فى تقديم تاخير ما فيش اختلاف ما فيش خلاف ليه لانها بدأ بي المدى حرفه جر واحنا اتفакنا ان الجملة اللي بتدأ بحرفه او زرفه يبقى فيها تقنيمة اخير يبقى لكل شعب تقاليده اللام حرف جر كل اسم مجرور شعب مضاف اليه طيب و تقاليده مبتدأ ماخر مرفوع علامة رفعية الضمة طيب واللهاء في تقاليده ها دي ضمير مبني في محل جر مضاف اليه الجملة زي الفل هي ما فيش مشكلة لكن تعالا نشوف بقى نحلل الجملة دي الجملة دي عبارة عن ايه شبه جملة اللي هو لكل شعب ده شبه جملة زي التقاليده طيب هل تقاليده ناكلة ولا لمعرفة اوعة تسرع وتقول عليها نكرة لأ طبعا كلمة تقاليده معرفة بالاضافة لان ما يضاف sins يبقى معرفة تمام يبقى الدتني ايه هتطلع الناتج بتاعك اين رياضي كاننا رياضة كده كاننا مسألة رياضة شبه جملة زائد معرفة مثلا من المعروف ان شبه جملة زائد معرفة التقديم في جائز يعني هنا القاهرة يجوز اننا القايرة او القاهرة هنا التقديم لو جالك شبه جملة زائد معرفة يبقى التقديم جائز مش لاقوللتلك فيه حكمين لتقديم الخبر طيب طيب ما هيديش شبه جملة زائد معرفة هي آه بس في مشكلة عندي إن الضمير هائدة اللي هو تقاليده الضمير في تقاليده عائد على مين عائد على كلمة شعب اللي قبلها على طول طيب لو أنا جبت المبتدأ في الأول وقلت تقاليده لكل شعب أصبح المعنى فاسد ما ينفعش يجي الضمير وبعدين يجي الاسم اللي هيعود عليه لو لك الضمير عائد على عائد على يعني الضمير جاي في الآخر وقبله اسم بيعود عليه إذن 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 إ تعود على الخبر أو على شيء في الخبر لكن جملة هنا القاهرة هنا القاهرة بس ما فيش في كلمة القاهرة أي ضمائر تعود على حاجة قبلها فلذلك يا جوز عادي أقول القاهرة هنا فلذلك قلنا عليه تقديم إيه تقديم جائزة الحالة الثالثة لتقديم الخبر وجوبا على المبتدأ اللي نازم أقدمه وجوبا إن أنا إن كون الخبر اسم من أسماء الاستفهام اللي لها الصدارة يعني إيه لها الصدارة صدارة الشيء صدر الشيء يعني أوله فأسماء الاستفهام في اللغة العربية لابد إنها تيجي في البداية يعني ما قول أين محمد متى الرحلة كيف حالك أين ومتى وكيف دي أسماء استفهام مش حروف هل والهمزة هي اللي حروف ملناش دعو بيها هل دي حروف لها محل لها من العرب واللي ييجي بعدها مبتدأ لو وقع بعد هل والهمزة اسم بيقع مبتدأ لكن لو لقيت اسم استفهام اللي هو كيف وأين ومتى وبعدي اسم يبقى صدقني كده الاسم ده مبتدأ مؤخر والاسم الاستفهام خبر مقدم مثال أقول مثلا أين محمد أو أحط علامة استفهام اعرف الجملة دي اعرفها ازاي أين اسم استفهام مبني في محل رفع خبر مقدم طب محمد مبتدأ مؤخر وجوبا مرفوع علامة رفعه الضم أصد الكلام محمد أين لكن جبنا أين في الأول لأن الفاظ الاستفهام أي أسماء الاستفهام لها الصدارة طب كيف حالك نعرف كيف حالك ازاي أقول كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل رفع خبر مقدم حالك ده مبتدأ مؤخر وجوبا مرفوع علامة رفعه الضم طب متى الرحلة أقول متى اسم مبني في محل رفع خبر مقدم والرحلة مبتدأ مؤخر وجوبا مرفوع علامة رفعه يا شباب الضم إبه دي حالات تقديم الخبر على المبتدأ وجوبا خلاصتها عشان نلمها مع بعض أن يكون الخبر شبجوم لزائد ناكرة أن يكون في المبتدأ ضمير يعود على شيء في الخبر وأخيرا أن يكون الخبر من الأسماء التي لها الصدارة وهي أسماء الاستفهام فيما عدا ذلك لو حصل تقديم زي عبث طوافي وزي هنا القاهرة تمام هذا التقديم يكون تقديم جائز لأغراض بلاغية وهي القصر وهي يا شباب والتخصيص وأرجو الانتباه لقضية تقديم الخبر على المبتدأ لأنها قضية مهمة للغاية